بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 نتع ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم رسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تتذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجرنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرم وإليه ترجعون أعتقد من يدونه آلهة إن يردن الرحمن بضرم لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلام مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل للم ما جميع لدينا محضرون وآية اللون الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حربا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواجة لها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسه ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم مهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العميم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسباحون وآية لهم أننا حملنا ذذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشح نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقلون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معريضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقتهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعهم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابرين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جديع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكيون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مبتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عجل مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغيلا إنه إلا ذكر وقرآنا مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أذعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دور الله آلهة لعلهم صرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند حضرون فلا يحزنك قولهم إذنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي لنين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علمني القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجر والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلطان كالفخان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بإنسان من صلطان كالفخان بإنسان من صلطان كالفخان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من النار ونحاسن فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما فيوقظ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنة التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مطام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرتكين على فوش بطائن مرتكين على فوش بطائنها من الاستبرق وجن الجنة من دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكهين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعا ليس لوقعتها كاذبا خافذة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صرر موضونا متكهين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا ينصرون على الحنث العونين وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعراما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكنذبون لآكلون من شجر من زقوم فمادئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأي إن ما تنون أأوات تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرخون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلتم تفكهون إنا لمغرمون بل لحن محررون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك الحظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين يقضلين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك اللعظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدين الذي خلق المنتم الذي خلق المنتم الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين جفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تخور تكاد تميز من الغير كلما انقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى وبجاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نستعقون عقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم جهروا به إذنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمر أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم يناصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزق بل لدجوا في عتوه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على الصراط المستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدى قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نديم مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيع الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمن من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماركم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماركم